موسيقى الرئيس السيسي يواجه بتوفير الموارد المالية لإنشاء مدينة متكاملة لصناعة وتجارة الذهب بمصر مايك بانس يؤكد أن إدارة ترامب هي الأولى منذ عقود التي لم تدخل الولايات المتحدة في حرب جديدة وزير خارجية فرنسا يضع لإحياء المحادثات مع إيران ويحذر من بناء تهران قدرات نووية الثالث صباحاً الوحبة بتعقيد جرينتش موجز إخباري جديد يأتي حضراتكم من القاهرة أهلاً بكم أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال استقباله عادل العسومي رئيس البرلمان العربي دعم مصر الكامل للبرلمان العربي باعتباره منبران يتفاعل مع شواغل الرأي العام للشعوب العربية إزاء مختلف القضايا الحيوية وخلال اجتماعه مع رئيس الوزراء ووزيري البترول والتموين وعدد من المسؤولين وجه الرئيس السيسي بتوفير الموارد المالية لإنشاء مدينة متكاملة لصناعة وتجارة الذهب في مصر كما وجه بضمان حوكمة آداء منظومة المخابز من خلال ماي كانت دورة العمل بها أعلنت وزارة الصحة والسكان عن خروج 499 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وأوضح دكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي للوزارة أنه تم تسجيل 887 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس لافتا إلى وفاة 54 حالة جديدة وذكر مجاهد أن إجمالية العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد هو 155 507 حالات من ضمنهم 122 291 حالة تم شفاؤها وثمانية آلاف وخمسمائة وسبع وعشرون حالة وفاة سجلت بريطانيا أقل عدد إصابات يومية بفيروس كورونا المستجد منذ بداية العام مما يعزز مؤشرات تفيد بأن إجراءات العزل العام على مستوى البلاد تبطئ انتشار السلالة الجديدة الأشد عدوى وأظهرت الأرقام الحكومية تسجيله 41 346 إصابة جديدة بالفيروس في أدنى مستوى للإصابات اليومية منذ 27 ديسمبر الماضي بينما واصلت الوفيات الارتفاع بوتيرة سريعة إذ جرى تسجيله 1295 وفاة ليصل العدد الإجمالي من الوفيات إلى 88 590 عدد نائب الرئيس الأمريكي المنتهي ولايته مايك بانس إنجازات إدارة ترامب على صعيد السياسة الخارجية وقال بانس في مؤتمر صحفي بولاية كاليفورنيا إن إدارة ترامب هي الأولى منذ عقود التي لم تدخل البلاد في حرب جديدة كما أشار إلى أن واشنطن عزلت إيران بشكل غير مسبوق في الشرق الأوسط وقضت على إرهابيها أفادت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية بأن الرئيس المنتخب جو بايدن سيلغي حظر الصفر مع العديد من الدول الإسلامية وينضم مجددا إلى اتفاق باريس للمناخ في اليوم الأول من ولايته ونقلت الصحيفة عن رئيس موظف البيت الأبيض بإدارة بايدن رون كلين أن الرئيس المنتخب يعتزم إصدار سلسلة من الأوامر التنفيذية والتي ستكون جوهرية ورمزية تشمل إلغاء حظر الرحلات الجوية مع العديد من البلدان ذات الغالبية المسلمة والانضمام إلى اتفاق باريس للمناخ قال وزير الخارجية الفرنسي جون إيف لودريان أن إحياء الاتفاق النووي الإيراني لا يكفي وأكد لودريان وجود حاجة لمحادثات صعبة بشأن الصواريخ الباليستية وأنشطة إيران الإقليمية مشددا على أهمية الترتيب لعودة تهران والولايات المتحدة للاتفاق النووي كان هذا كل ما لدينا من أخبار مشاهدينا وفي النهاية نحيط علم سيادتكم بأن ترادد أكسترانيوز الجديد هو 11.785 ومعدل الترميز 27.500 ومعامل الاستقطاب رأسي شكرا لكم ونلقاكم من جديد على رأس الساعة شكرا لكم